يستقبل السوريون أسوأ موسم حصاد منذ عام 2008 في ظل موجة الجفاف وندرة الأمطار الموسمية التي ضربت البلاد هذا العام يؤكد المزارعون أن الجزيرة السورية هي سلة الأمن الغذائي لسوريا وأن محصولي القمح والشعير قد تضرر نتيجة الاعتماد الكلي على الأمطار الموسمية الموسم منتهي خالص يعني الموسم ما في موسم غلبوا كله ما في موسم يعني موسم منتهي ما بموسم بعدين العالم قامت تدور على البذار تبذر ما في بذار منين بدها تجيب بذار باش تبذر أراضيها ما عدا موسم الجفافي ألقى بظلاله على قطاع الانتاج الحيواني أيضا نتيجة الضرر اللاحق بحقول الشعير الذي يعد المادة الأساسية لانتاج العلف في المنطقة يعني هذا موسم من السنويج عم نحصده بس مشان الأقنام نركضه عم نشتري الكيلو أربعمائة واربعمائة وخمسين ليرا لأنه بعد شهر ما يضر شيء للأقنام خالص والعالم السنة أقلبهم في الحو نص الزرع كل ياتهم في الحو وما يجي موسم خالص وهلا حتى البذر الجا يجي ما يصير بذر سنت الجاية ما يصير بالزرع انتاج الجزيرة السورية من القمح كان يقارب المليون طن في السنوات الماضية بينما يؤكد الخبراء في صوامع القامشلي المركز الرئيس لاستلام الحبوب أن انتاج هذه السنة لن يتجاوز العشرين في المائة والذي سيؤدي إلى استنزاف المغزون الاحتياطي للحبوب يعني انخفضت الانتاج إذا كانت الانتاج ناس سنة الماضية وولتكن ستمائة ألف طون ممكن السنة ما نشتري أكثر من مئة ألف طون السبب أكثريت البعل انضرب البعل أخوة الفلاحين باعوا للغنم فكانت الانتاج تقريبا مثل هالسنة شراءنا بحدود لهالتاريخ بحدود سبعين بالمئة مثل هالسنة ما نشترينا بحدود من ثلاثة إلى خمسة بالمئة يعد انتاج القمح والشعير مصدر رزق رئيسي يعتمد عليه سكان شمال وشرق سوريا وموجة الجفاف وضعت الجزيرة السورية أمام أخطر تحديات تواجهها بخصوص الأمن الغذائي لسوريا موسم الجفاف هذا سيسبب الإفلاس للمزارعين في المنطقة ويدعو مراقبون الإدارة الذاتية إلى تقديم الدعم اللازم وتحسين أساليب الرئيس الزراعية تفاديا لكوارث أخرى وعدم الاعتماد على الأراضي البعلية لتستطيع الحفاظ على سلة الأمن الغذائي لكل سوريا هجار سيسكاينوز عربية ريف القمش لشمال شرق سوريا